السلام عليكم. ازاي هابعت العدد كبير جدا من الشركات او من الاشخاص. اميلات وحسوا منها شخصية. يعني ما بقعتها باسمهم. بش ما بقعتها كده اه يحس اه ازايك عام ليه? لأ لما اقول له ازايك يا احمد فحس ان الرسالة الموجهة دي فتلاقي نسبة ان هو يرد بتبقى نسبة اكبر بعكس لما كن الرسالة عامة. فهو يحس ان ما بقعتها ناس كلها في طنش. فانا مش عايزه ايه يطنش. تمام? طيب. اه مش نستخدم مرة خالص وانجرب بس الورد. هخش على ميلينج هلاقي ان انا ممكن اقول له السارة ميل ميرش. اقول له اعمل الوجهة بتاعة الايميل. ده الوقت بقى اقول له حدد الناس اللي هستقبل. اقول له يوز اكستنج لست. او ممكن اعمل لست جديدة. ده ام? لو ما عنديش لست اقول له اعمل لستة جديدة. هبدأ ادخل اسامي. اقول له مسلا هنا طاية الكزا. الفرس نيم. مسلا اللاست نيم. اسم الشركة. الادرس list. تمام? الستيتي. الستيتس. كزا 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 كزا. اليميل لست. دي طبعا هم حاجة ان انت تكتب اليميل بتاعك. تمام? ويكده خانة تانية. وخانة تالتة تكتب ايميلات الناس. دي طبعا بتتميل مرة واحدة وممكن تستوردها من الاوتلوك يعني زي ما انت عايز. هتبقى عندك قايمة بالشركات. تمام? وبعد كده اقول له اوكي. تمام? بيولي سايفها باسم اقول له مسلا سايفة باسم داوت. طيب بعد كده انا عايزة اقول له هاي فولان. اكتبها له ازاي? هاجي هنا انسرت ميرجي فلد وقول له اكتب لي الفرس نيم. طيب الكمباني. هقول له ايه? اكتب لي الكمباني نيم. تمام? عايزة اقول له العنوان مسلا. هقول له ايه? اللي عن بتاعك. اللي هو الادرس لاين وان مسلا. او اكتب له ستيتي. زي ما انت عايز. المهم يعني ان انت ده بش هيبعط له رسالة يقول له هاي فرس نيم. لا هيقول له هاي امر هاي احمد. هاي اي اسم يعني. تمام? طيب بعد ما خلصت كده خلص عايزة ابدأ ابعط الرسالة. هقول له فنش اند ميرج. وهقول له سند ايميل مسج. فبيقول له عايز تبعت لي مين? اكيد طبعا ايميل ادريس. يعني شاف ان هو كمفروض تلقائي يخليها ايميل ادريس بش لازم يعملها خانة. اه انت عايز الميلي بقت بعت HTML ولا تاكست ولا التاشمينت زي ما انت عايز. هتبعت للناس كلها اول ولا قرنت ولا من رقم مسلا سفر للخمسين. تمام? ليه ليه بش عايز يبعتهم كلهم مرة واحدة? لان هو بيخاف ان السيرفر يحس ان ده سبام. لو انت بعت لالف واحد مرة واحدة فممكن السيرفر يحس ان ده سبام ويخليها في الجنك بش في الاندكس. تمام? دي دي طريقة ان انت بعت كترة جدا ويحس ان انت بعد سويل امام